فساد واضح لا يدل إلا على استشراء الفساد وعدم تحمل المسؤولية من قبل مجلس إدارة مصر في ليبيا المركزي بالعاصمة المحتلة طرابلس وكيف لا والمحافظ المقال لا يزال يمارس النهب والاختلاس من مقدارات الشعب الليبي لمنحها للغزاة الانكشاريين عائلة اكداد أصبحت الأسرة المتحكمة والحاكمة في اعتمادات مصر في ليبيا المركزي الواقع تحت قبضة الميليشيات وتحصلت قناتنا على مستندات موثقة تؤكد تورط المركزي بطرابلس بمنح اعتمادات طائلة تقدر بالملايين لعائلة اكداد من تاريخ التاسع من شهر أبريل عام 2020 وحتى السلس والعشرين من شهر أغسطس عام 2020 معدد الشركات التابعة لأسرة اكداد التي تحصلت على اعتمادات 85 شركة 85 شركة تملكها أسرة واحدة وتتحصل خلال أشهر على ملايين من أوراق العملة الصعبة ولأغراض تجارية مختلفة يبدو أن العديد منها وهمية فالهدف هو إفلاس الدولة وإخراج العملة الأجنبية لصالح لوبيات الفسد الجدير بالذكر بأن اعتمادات عائلة اكداد بلغ إجمالها 88 مليون و 617 ألفا و 341 دولار وبعض الشركات تحصلت على اعتمادها باليورو وبلغ إجمالها 13 مليون و 471 ألفا و 661 يورو وتختلف نشاطات واستراد هذه العائلة فأغلبها غير حقيقي لتلك الشركات الوهمية بين المواشي واللحم المجمدة والمواد الغذائية وبعض الاسترادات الأخرى الجدير بالذكر بأن عائلة اكداد تمتلك على دم من الشركات بالمنطقة الشرقية ولكن تحت أسماء وهمية لا تمت لعائلة اكداد بشيء والتي تعتبر أهم الأذرع المالية لدعم البليشيوي والمطلوب دوليا صلاح بادي عائلة اكداد التي امتد بعضها للمنطقة الشرقية يكشف حجم الفساد الذي يجب متابعته ويكشف حجم المركزية البغيطة والتهميش وسلب حقوق الأقاليم الثلاثة التي لا طالما تغنت بها الأمم المتحدة ولكن لا حياة لمن تنادي فأموال البلاد ونفطها وخيراتها لا يصبان إلا في المنطقة الغربية وفي بعض المدن بعينها ولملاء والصديق الكبير ينحني للأتراك ويهدر أموال البلاد في الداخل والخارج اشتركوا في القناة